اكد معالي شيخ محمد بن خليفة الخليفة وزير النفط أهمية تطبيق التكنولوجيا الحديثة في قطاع الطاقة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها العالم من تأثيرات جيوسياسية واقتصادية وتنفسية شديدة كما أكد معالي خلال مشاركتي في جلسة وزرية نقاشية ضمن فعالية المؤتمر العالمي الثاني عشر لتكنولوجيا البترول IPTC 2020 بالمملكة العربية السعودية الشقيقة ضرورة استخدام التكنولوجيا الحديثة في تصدي لظاهرة التغيرات المناخية التي تعد موضوع الساعة في الوقت الراهن والذي يستحوذ على الاهتمام الأكبر في مناقشات الرؤساء والوزراء في المحافل والاجتماعات الدولية حيث توصي هذه الاجتماعات تنفيذ مشروعات تنموية مستدامة للتقليل من الأثار النجمة عن تلوث المناخ وتطلق معاليه إلى المشاريع النفطية الطموحة في مملكة البحرين الرامية إلى تطوير وتحسين المتوجات النفطية المتطبقة مع المواصفات العالمية منها مشروع تحديث مصفات البحرين ومشروع المصنع الثالث لشركة بانيغاز ومشروع مرفأ الغاز المسال وغيرها من المشاريع الحيوية برعاية كريمة من صاحب السمو الملكير الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وضع سموه حجر الأساس إذانا ببدء أعمال التشييد لمركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات الجديد في مطاقة الأسخير والتي تأتي ضمن الجهول المبذولة من قبل هيئة البحرين للسياحة والمعارض لمواكبة قطاع صناعة المعارض والمؤتمرات والذي من شأنه إحداث نقلة نوعية في جذب الاستثمارات في المجال الرقمي والذكاء الاصطناعي في مملكة البحرين وحول هذا الموضوع مشاهدين يسرنا أن ينضم معنا عبر الهاتف خبير نشرة الاقتصادية في مجال علوم المستقبل والذكاء الاصطناعي الدكتور جاسم حجي في البداية مساء الخير دكتور جاسم وهل لا تحدثنا عن الأثار الاقتصادية والإيجابية المترتبة من إقامة المؤتمرات والمعارض في المجال الرقمي والتقني في مملكة البحرين وأيضا كيف سيعزز دور المملكة كمركز إقليمي على جذب الشركات التكنولوجية العالمية وتصدير البرمجيات الحريثة والذكية إلى دول المنطقة بسلام خير أخوكم مشاهدين أكرام طبعا أول شيء إذا نرجع للتاريخ نرى أول معرب تكنولوجي في الخليجة في الشرق الأوسط نعم تشنى في أواخر السبعينات في مملكة البحرين أمر من مغفور لا بإذن الشيخ حيث بن سلمان في وقته وكان في بريطاني اللي هو كان مدير المشروع في السبعينات وكان من أكبر البشاريع ومن أكبر المعارض في الخليج ومن ثم بدأت طبعا معارض جايتكس في تباية 81 واليوم إذا نشوف معارض جايتكس في أكثر من 165 ألف مشارك سنويا في عشرقاءات طبعا المعارض فرصة للصدقات المطبات للاجتماعات بين رؤساء التنفيذيين ورؤساء تقنيات المعلومات يعني إذا نأخذ مجرد نبذة عن ممكن يكون الإجمال الناتج المحلي من بعد المعارض يمكن نقدر نخمن أكثر من 1.5% ورصار اقتصادية طبعا بعد المعارض وقبل المعارض ويمكن توفر أكثر من يمكن 550 وظيفة في المعارض وأكثر من 5700 وظيفة في البلد غير الزوار اللي نتوقع أكثر من 490 ألف زائر بالأخاص في مجال الرقمي والتكنولوجيا المعارض طبعا لا ننسى إكسبو 2020 أيضا في دبي اللي بدأت تخطيط فيه من 2013 وإحنا يعني يجب أن يكون عندنا استراتيجية مستقبلية طبعا ما نتوقع أحداث تغييرات جزرية في التحول الرقمي أو الاقتصادي خلال سنة أو سنتين ما بعد في معارض ثانية وإحنا نشارك فيهم كبحرينيين في الخليج أو في أوروبا مثل معارض بارسلونا للتقنيات المعلومات والذكاء الاصطناعي ففي نفس الوقت إحنا كد بحرين قاعدين عرف روحنا للعالم من خلال المؤتمرات كمركز إخليني لتصدير البرمجيات وذكاء الاصطناعي حيث لا يوجد في وقت الحاضر دولة في شرق العوسة تقوم بعمل في هذا المجال والارتكاز يكون في مجال العلوم المستقبل وذكاء الاصطناعي وفي نفس الوقت إحنا نقدر نسوق للبحرينيين في مجال علوم المستقبل وإمكانياتهم والبنية التحتية من خلال المعارض والندوات اللي ممكن نستفيد منهم في المستقبل من خلال أو بعد التدشين وفي المستقبل يكون هناك مناسب قوية بين دول منافسها بين دول الغربية والآسوية وفي الشرق العوسة في مجال الذكاء الاصطناعي وطبعا نحن نستفيد من خلال المشاركات في قصية الضوء على إمكانيات البحرين في المنطقة بالتأكيد خبير نشرة الاقتصادية في مجال علوم المستقبل والذكاء الاصطناعي الدكتور جاسم حجي شكرا جزيلا لك أصدرت برصة البحرين قواعد الإدراج الجليدة بناء على قرار مصرف البحرين المركزي رقم 11 لعام 2018 بشأن تطبيق نموذج التنظيم الذاتي للأسواق المالية وتهدف القواعد الإدراج الجليدة إلى توضيح الإطار التنظيمي والتشريعي الذي ينظم جميع الجوانب التشغيلية لبرصة البحرين وخصوصا الإدراجات الجليدة وستطبق قواعد الإدراج الجليدة على جميع الأوراق المالية المدرجة حاليا في البرصة وتلك التي سيتم إدراجها في برصة البحرين وقال سعادة الشيخ خليفة بن إبراهيم الخليفة الرئيس تنفيذي لبرصة البحرين إنهم يعملون بشكل متواصل على إنشاء منصة أكثر مرونة وأكثر جذبا للمستثمرين والشركات المهتمة بهدف زيادة سيولة في السوق حيث تمنح الفترة الانتقالية للشركات المدرجة في البرصة إطارا زمنيا كافيا لضمان الامتثال لمتطلبات قواعد الإدراج ونتابع الآن أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية نتابع نشرة مشاهدينا مع فقرة إغلاقات البرصة لنهاية تعقدات اليوم نبدأ مع برصتنا المحلية فقد أنهى مؤشر البحرين العام على تقدم تدولة اليوم على تقدم بنسبة 1.17% مقفلا عند مستوى 1620 نقطة وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاعات البنوك التجارية والاستثمار وأيضا الصناعة وقد تجاوزت كمية الأسهم المتداولة 4.738.000 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت مليونين ومائة وستة وثمانين ألف دينار تم تنفيذها من خلال مائة وصفقتين وقد تركز نشاط المستثمرين في التدولة اليوم على السهم قطاع البنوك التجارية ننتقل مشاهدين إلى باقي البورصات الخليجية وكما نتابع كانت جميع الأقفلات باللون الأخضر على ارتفاع وكما نلاحظ بورصة الكويت كانت أكبر الرابحين في نهاية التدولة اليوم بارتفاع يزيد عن 1.9% بإقفال عند مستوى 7061 نقطة في المرتبة الثانية كانت سوق دبي المالي بارتفاع يقل بقليل جدا عن 1% بإقفال عند مستوى 2800 نقطتين في نهاية تدولات اليوم قالت جمعية المصارف اللبنانية إنها في وضع خطير ولا يمكنها الاستمرار من دون سلطة تنفيذية وقد تصل إلى مرحلة تضطر فيها إلى الإغلاق ولم يتفق السياسيون على حكومة جديدة أو خطة إنقاذ منذ استقالة سعد الحريري من رئاسة الوزراء في أكتوبر الماضي علما أن سندات دولية للبنان قيمتها 2.5 مليار دولار تستحق هذا العام وقال رئيس جمعية مصارف لبنان سليم صفير إنه من المرجح إعادة هيكلة الدين السيادي للبنان بطريقة لا تضر بالاقتصاد ولا بالمودعين مضيفا أنه سيجري الدفع للدائنين الأجانب وأن ذلك سيوفر مزيد من الأكسجين لتنشيط الاقتصاد نشرتنا مستمرة وفيها بعد قليل فرص دخل ضخمة أمام الأمير هاري وميغين بعد قرار استقلالهم ماليا عن الأسرة المالكة تحتزم واشنطن الضغط على بكين لدفعها لوقف شراء النفط من إيران التي تخضع لعقوبات أمريكية شديدة وفقا لما صرح به وزير الخزانة الأمريكي ستيفن موتشين لقناة فوكس نيوز ووفقا للوزير الأمريكي فإن نحو 70% من صادرات إيران النفطية تذهب إلى الصين وبفضل عائدات النفط على وجه الخصوص تقوم طهران بتمويل الجماعات الإرهابية في الشرق الأوسط ورغم ذلك فإن عائدات طهران من مبيعات النفط ضئيلة جدا كوناء الولايات المتحدة من خلال العقوبات قلصت مبيعات النفط الإيراني بأكثر من 95% إلى ذلك أزلت الولايات المتحدة الصين من قائمتها السوداء لأدول التي تتلاعب بقيمة عملتها في خطوة تأتي قبل يومين من توقيع البلدين على اتفاق تجاري جزئي يرسي هدنة في الحرب التجارية الدائرة بينهما بحسب وزارة الخزانة الأمريكية وقالت الوزارة في تقريرها نصف سنوي إلى الكونغرس أن قيمة اليوان قد تعززت وأن الصين لم تعد تعتبر في نظر الولايات المتحدة دولة تتلاعب بسعر عملتها من أجل تعزيز صادراتها ولكن الصين ستبقى مع ذلك على قائمة تضم عشر دول تخضع للمراقبة ونبقى في أمريكا حيث قال وزير الخزانة الأمريكي سيفين نوتشين إن المشاكل في شركة بوينغ الأمريكية لصناعة الطائرات يمكن أن تقلص الناتج المحلي الإجمالي بنحو نصف نقطة لكن النمو الاقتصادي سيظل عند نحو 2.5% وجاء تقيمه أكثر تفاؤلا عن كثير من خبراء الاقتصاد الذين يتوقعون تباط النمو في البلاد ويتوقع خبراء اقتصاد ظهور فرص لحدوث ركود خلال الـ 12 شهر المقبلة بنسبة 30% ولتزال طائرة بوينغ سيفين تري سيفين ماكس محظورة من الطيران بعد حوالث ممتة أواخر عام 2018 وعام 2019 وكان من تداعيات ذلك خفض أكثر من 50 مليار دولار من القيمة السوقية للشركة الأمريكية ونتابع الآن أبرز مؤشرات لسواق العالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية عقدت الملكة إليزابيث قمة مع ولي العهد شارلز وأبنائه وليام وهاري أعربت فيها الملكة عن دعمها لقرار هاري وميغين وقالت إنهما سيوزعان وقتهما بين كندا وبريطانيا خلال فترة انتقالية حتى يتم التوصل لقرار نهائي في مسألة استقلالهما ماليا عن الأسرة المالكة ولا شك أن فرص الدخل أمام هاري وميغين ضخمة ولكن العمل في القطاع الخاص يحمل معه تحديات كثيرة بحسب البروتوكول لا يحق لأعضاء العائلة المالكة الرئيسيين تقاضي أي أموال مقابل عملهم كما أن أي دخل خاص يصحب معه التزامات ضريبية مضاعفة على جانبي الأطلسي حيث تفرض كل من بريطانيا وكندا ضرائب على الدخل العالمي للمقيمين بمعنى أن دخلهم الجديد قد يخضع لضريبة كندية وأمريكية موسيقى ترجمة نانسي قنقر